نادي الزمالك بمناسبة نادي الزمالك في الساعة الأخيرة توصل لاتفاق توصل لاتفاق شوف أنا بقولك إيه توصل لاتفاق مش تعاقد لسه اتفاق مع أحمد فتوح لتجديد عقده لمدة أربع مواسم فتوح بلغ كابتن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة بالقرار واللاعب هياخد مستحقاته المالية المتأخرة بالنادي وفي نفس الوقت اللاعب رفض هو اللاعب رفض الحصول على مؤدم عقده الجديد لحين أن يحصل زملاءه بالفريق على مستحقاته المالية المتأخرة تاني فتوح وافق على التجديد لنادي الزمالك لمدة أربع مواسم واتفق مع نادي الزمالك أنه هياخد مستحقاته المتأخرة ويأجل موضوع مقدم التعاقد ده لحين أن زملاءه في الفريق ياخدهم كمان مستحقاتهم المتأخرة وبلغ الكلام ده للكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المختص أو اللي معاه ملف كرة القرار طيب